بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي شرح المرسلين نواصل اليوم في شرطة 5 نشوف رتلينير موشن نركز هنا على البوزيشن في لوستي وعلى الأكسريريشن النهاية البوزيشن هو كيفية تحديد موقع الجسم هذا في كل لحظة لكن لازم يكون عندنا أولا نحن في رتلينير موشن يعني على ستريت لاين زي ما هو موجود عندي هنا الأخط مستقيم أحدد الموقع أقول مثلا أخذ أوريجين زي ما يقوله هنا في كسد أوريجين وأقول أنه هذا الأوريجين المرجع اللي عندي هنا البارتكيل موجودة على مسافة X مثلا على مسافة 4 متر 3 متر 5 متر طبعا هذا الموقع ممكن يتسمى بوزيتيف إذا كان في الاتجاه X-axis زي ما هو موجود عندي هنا أو ممكن يكون نيجاتيف إذا كان عكس اتجاه X-axis يعني في هذا الاتجاه من الأوريجين عند البي برايم ممكن نقوله هذه واقع عند مسافة ناقص 2 متر والوحدة طبعا المتر طبعا الحركة كيف تعرف الحركة هي بمعرفة البوزيشن كوردينيشن إحداثية النقطة هذه بالنسبة لمين؟ في كل لحظة بالنسبة للزمن وممكن نتعرفها على شكل فانكشن مثلا تقول لي هذه الفانكشن اللي هي الدستانس بالنسبة للزمن تعطيني فانكشن معينة هي اللي تعطيني المسافة عند كل لحظة أو ممكن نتعرفها عن طريق الغرافز سيما هم موجود هنا عندي على هذا الغراف اللي يحدد لي إيش يحدد لي المسافة الزمن عفوا البوزيشن في كل اللحظة مثلا عند تي إكوال أربعة المسافة كانت اثنين ثلاثين نشوف هنا الفيلوز تي كيف يحدد الفيلوز تي مثلا عندك الأوريجين هنا عند اللحظة تي هذه البي كانت واقع على مسافة اكس بعد مسافة بعد دلتا تي من الزمن البارتكل صارت وين على مسافة دلتا اكس من النقطة بي أو على مسافة اكس بلاس دلتا اكس من النقطة الأوريجين كيف يحدد الأفريج فلوسطية والسرعة متوسطة أقول اللي هو دلتا اكس الموجود عنده هنا على دلتا تي إذا أخذت نهاية هذا المقدار عند لما تكون دلتا تي تساوي صفر تقرأ تقترب من الصفر فهذا يسمى الانستانتونيوس فلوسطي ممكن تكون بوزتي في الانستانتونيوس فلوسطي لما تكون في الاتجاه الموجود للأكس اكس أو لما تكون في الاتجاه السالب تسمى تكون نيغاتيف طبعا الوحدة تبعها ايشي ميتر بير سيكنت أو فيت بير سيكنت سكوير حسب نوع الوحدات اللي تستخدمون طبعا الانستانتونيوس فلوسطي هي المشتقة مشتقة المسافة بالنسبة للزمن لما هو موجود عندها طبعا اذا اعطيتني المسافة بالنسبة للزمن كيف اجيب السرعة اروح مشتق المسافة هذه بالنسبة للزمن تعطيني هذا اذا ممكن عند اللحظة مثلا تي إكوال تو اقول لك ان السرعة هي 12 متر بير سيكنت الاكسليريشن التسارع عند اللحظة تي هذه البارتكل كانت سرعتها في بعد زمن دلتا تي كانت البارتكل بير برايم عند بوزشن جديدة اللي هي بير برايم صارت سرعتها هي بير بلاس دلتا في طبعا كيف اجيب بالنسبة بنفس الطريقة اقول دلتا في على دلتا تي لما الدلتا تي هذي يجب إلى زيرو هذه الانستانتنيوس ممكن تكون بوزتيف لما تكون سرعة تزيد في الاتجاه الموجب زي ما موجود عندي هنا قاعدة تزيد كانت صارتها خمسة صارت عشرة او قاعدة تنقص 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 النغاتي فرستي او لما تكون قاعدة تنقص في الاتجاه السالب كانت صارتها خمسة 10 صارت صارتها 5 ممكن الانستانتنيوس هذا ممكن يكون نغاتي لما نكون قاعدين ننقص السرعة في الاتجاه الموجب سيارة توقف مثلا كانت صارتها 10 صارت صارتها 5 او قاعدة تزيد السرعة في الاتجاه السالب قاعدة سيارة قاعدة راجعة لكنها راجعة بسرعة قاعدة تزيل سرعة تفل تجاه الوراء طبعا الوحدة تبع للأكسليريشن ميتر بير سيكند سكوير أو فيت بير سيكند سكوير والإنستنتينيوس أكسليريشن اللي هو المشتقة تبع الفيلوستي بالنسبة للزمن أو المشتقة الثانية بالنسبة للبوزيشن بالنسبة للزمن طب ليش هذه لأنه أصلا الفيلوستي هي المشتقة الأولى للأكس على تي وانت هنا جيت تشتقها إذن صارت هي المشتقة الثانية إذا أعطيتني الفيلوستي بنسبة للزمن أروح مشتقة الفيلوستي هذه مباشرة وأعطيك تسارع بنسبة للزمن بحيث أني ممكن عند اللحظة تي إكوال تيكس أقول لك نوالأكسليريشن كان ماينس تونتيفور